بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذا الفيديو سوف أقدم وصفة أول وصفة هي عبارة عن كريم لتفتيح المناطق الحساسة بين الفخضين وكذلك الأرداف وتصلح هذه الوصفات كذلك لكامل الجسم حتى بشرة الوجه إذا كانت غير حساسة للليمون معروف أن الليمون لديه خاصية التفتيح السريع خاصة لمن بشرتها لا تتحسس من وصفات الليمون ولكن يمكنها عمل هذه الوصفات بتخفيف الليمون وذلك بإضافة الماء المعدني أو أماء الصحة لعصير الليمون عند عمل هذه الوصفات لهذا يمكن عمل هذه الوصفات وبكل أمان دون الخوف من أي حساسية نبدأ بوصفة الكريم لعمل الكريم نأخذ الليمون الليمون نستخدم هنا أي نوع ليمون متوفر عندك سواء كان الليمون الأصفر أو الليمون الأخضر ثم نقوم بغسله جيدا يغسل الليمون جيدا ونقوم ببشر الليمون في المبشرة الناعمة بهذا الشكل نأخذ مبشور الليمون نستعمل هنا ليمونة واحدة يمكن مضاعفة المقادير من أجل عمل كمية كبيرة تكفيكي لبشرة الوجه والجسم قلت هذه الوصفات تستخدم لكامل الجسم حتى الركب والكوعين وتحت الإبط كذلك ممتازة لتفتيح منطقة تحت الإبط وكذلك القضاء على رائحة العرق المزعجة نبشر كل حبة الليمون ثم تابعي معي جيدا الطريقة نأخذ الهون بهذا الشكل ثم نضع مبشور الليمون بداخل الهون وذلك من أجل استخراج زيت الليمون الموجود في القشور بهذا الشكل ثم نقوم بطحن القشور جيدا بهذا الشكل لحوالي خمس دقائق قلت والهدف من هذه الطريقة هو استخراج زيت الليمون طبعا معروف عن زيت الليمون أنه مفتح طبيعي ممتاز وسريع بهذا الشكل وبعدها بعد مرور الخمس دقائق خذ كامل وقتك نأخذ الليمون المتبقية نقوم بعصرها من أجل أخذ عصير الليمون إذا كان عندك ليمون في المجمد يمكن استعمال الليمون من المجمد لا مانع أبدا في ذلك العصير وحتى القشور إذا كنت تقومين بتجنيد قشور الليمون كذلك يمكن استعمالها ثم نصفي العصير مباشرة على القشور ونقوم كذلك بالخلط نخلط الليمون مع القشور بهذا الشكل لكذلك لحوالي خمس دقائق العملية سهلة ونتائجها رائعة جدا وسريعة ثم نضيف كذلك حوالي ملعقة طعام كبيرة من ماء الورد هذا ماء ورد طبيعي محظر في البيت يمكن استعمال ماء ورد جاهز أبدا لا مانع في ذلك ونخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض كذلك لحوالي خمس دقائق ثم نضيف اثنين ملاعق صغيرة ملاعق صغيرة من نشا الذرة نشا الذرة أو كورنفلاور أو بما تسمى بالميزنة إذا كانت البشرة حساسة لماء الورد ونشا الذرة يمكن استبدال عفوا نشا الذرة بنشا الأرز أو نشا البطاطا يكون أفضل طريقة عامله موجودة في القناة أو يمكن شراءه جاهز وبالنسبة لماء الورد يمكن استبداله بالماء المغلي مسبقا نقوم بهذه الخطوة ضروري ثم نقوم بتصفية كامل هذه المكونات نصفي المكونات بهذا الشكل ونقوم بعصر القشور أقوى جيدا ثم نضع هذه المكونات على نار هادئة جدا مثل تحضير المهى اللبية تماما على نار هادئة جدا مع التحريك المستمر لا تتوقفي عن التحريك حتى لا تتكتل الخلطة ويكون هنا الكريم جاهز بهذا الشكل لاحظي معي يمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الليمون إذا كان متوفر عندك زيت الليمون ونقوم بحفظ هذا الكريم في علبة أو برطمان قلت يمكن إضافة زيت الليمون أو زيت الورد لهذه الوصفة لزيادة فعاليتها من أجل حفظها لمدة أسبوعين نضيف زيت الفيتامين يعمل كماد حافظة لهذا الكريم وطريقة استخدامه هي أن نقوم بغسل المنطقة جيدا وتنجفيفها وبعدها يوزع الكريم على كامل المنطقة وكامل الجسم كما سبق وذكرت ويمكن استعماله حتى لبشرة الوجه يترك إلى أن يجف تماما بالنسبة للمناطق الحساسة وبين الفخضين والأرداف يمكن المبيت به حتى الصباح حسب الرغبة وحسب الظروف نستخدم هذا الكريم بشكل يومي وبالنسبة للوصفة الثانية بعد غسل هذا الكريم نأخذ أسكنول الأسكنول هنا نستخدم أسكنول الليمون أسكنول الليمون يباع جاهز كما يمكن تحضيره في البيت بطريقة سهلة جدا هي أن نأخذ القشور المتبقية للليمون القشور التي بقيت للليمون ونضيف عليها كوب من الماء نغليها على النار لمدة عشر دقائق نتحصل على أسكنول الليمون طبيعي دون الحاجة لأخذه من الجاه صبعا ونضيف على أسكنول الليمون هنا نضيف ملعقة صغيرة من الكوركم ملعقة صغيرة من الكوركم ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من بيكاربونات السوديوم أو صوداء الخبز يمكن تعويضها بالبيكنج بودور أو خميرة الحلويات نخلط المكونات جيدا في علبة يفضل أن تكون في علبة حتى يسهل الخلط وبعد غسل الكريم مباشرة نقوم بمسح المنطقة نأخذ قطنة ونمرر هذا الأسكنول على كامل المناطق المراد تفتيحها يمكن ترك الأسكنول لليلة كاملة أو تركه لحوالي أربع ساعات ثم نقوم بغسله ونمسح كامل المناطق بزيت الورد أو زيت الليمون النتائج تبدأ في الظهور في أول ثلاثة أيام إذا استخدمنا الكريم مع الأسكنول يمكن استعمال الكريم لوحده تكون النتيجة بطيئة نوعا ما أو الأسكنول كذلك لوحده والنتائج تكون بطيئة نوعا ما آمنة للحوامل والمرضعات وكذلك يمكن استعمالها للبنات كل من تعاني من مشاكل اسوداد المناطق الحساسة حتى ولو كان سوات سنوات يمكن استعمال هذه الوصفات وبكل أمان صلاحية الأسكنول يمكن حفظه في علبة منز الرج في مكان بارد لمدة أسبوعين كاملين والكريم أسبوع كامل بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعمل فائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أترككم في القناة اشتركوا في القناة